في المرة الخامسة دي زي الأربع مرات اللي فاتت ولا كان مختلف سنة يعني كلمة السيد الرئيس هذه المرة بتختلف عن الأربع كلمات السابقة لأنه السيد الرئيس في كلمته يوم الثلاثاء القادم تحدث عن موقف مصر ورؤيتها للأمم المتحدة كمنظمة دولية شاركت مصر في تأسسها في عام 1945 كنا من ضمن 46 دولة أسست هذه المنظمة اللي أصبحت عضويتها اليوم 193 دولة وفي هذا الإطار اسمح لي أشير أن الجماعية العامة للأمم المتحدة اللي بتعتبر أحد من ست أجهزة الرئيسية في الأمم المتحدة هي الجهاز الوحيد اللي كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ممثلة فيها وأن كل الدول الأعضاء عندهم صوت واحد مفيش تمييز بين دولة وأخرى فبمعنى آخر أن الجماعية العامة هي أكثر أجهزة الأمم المتحدة ديمقراطية بتاعة الحقوق للجميع بشكل متساوي وبالتالي ده اللي بيضفي أهمية قصوى من منظور الدبلوماسية الدولية أو الدبلوماسية متعددة الأطراف لاجتماعات الدورة العادية للجماعية العامة الثلاثة واسعين اللي هي الدورة العادية وفي دورات استثنائية ودورات خاصة لكن لماذا العالم ده السبب لماذا العالم كله بينتظر الفترة اللي بتسمى جانر البيت أو المناقشة العامة العشرة أيام الأول من تتاح الدورة اللي بيتحدث فيها رؤساء الدول والحكومات ورؤساء الوفود ويشرحوا موقف بلادهم تجاه العديد من القضايا الدولية والإقليمية سواء كانت مدرجة على جدوى الأعمال الدورة أو خارج مش مدرجة على جدوى الأعمال الدورة هم بيشرحوها يعني وبيشرح موقف من خلال الكلمة فهذه المرة ودي الأهمية الخاصة لكلمة السيد الرئيس في هذه المرة هو أن كلمة سيادته تناولت نظرة مصر للديبلوماسية متعددة الأطراف وحجر الزاوية فيها الأمم المتحدة وخلال الكلمة تعرض السيد الرئيس لرئاسة مصر القادمة للاتحاد الأفريقي في عام 2019 تعرض السيد الرئيس لرئاسة مصر المجموعة السبع وسبعين والصين ودوت مصر مؤسسة مؤسسة لمنظمة الوحدة الأفريقية اللي لاحقا أطلق عليها الاتحاد الأفريقي وكانت من الدول الرائدة الرائدة في مجموعة السبع وسبعين وكانت من الدول المؤسسة لها والدعاية لها في عام 1967 فمجمل القول أن كلمة السيد الرئيس هذه المرة أكدت على دور مصر في السياسة الدولية في النظام الدولي عبر تأسسها ومشاركتها الفعالة في أنشطة الأمم المتحدة الاتحاد الأفريقي مجموعة السبع وسبعين اللي هي أساسا أساسا دول عدم الانحياس نعم فمصر في كل هذه المنظمات وهذه التجمعات كانت دائما قوة رئيسية قوة تعمل من أجل السلام والأمن العالميين وما تعمل أيضا للحيلولة دون نشوب النزاعات المسلحة وتسوية النزاعات المسلحة دي وجهة نظرنا إحنا فندم ولا ده هكذا يرانا العالم طبعا دية الواقع اللي لا مش ممكن لا يستطيع أحد أن ينكره مش ممكن اتنين هيختلفوا عليه سواء من الأصدقاء من الحلفاء من الخصوم من الأعداء محدش هيختلف عليه السجل المشرف للديبلوماسية المصرية في كل هذه الهيئات الدولية والمنظمات الإقليمية والتكتلات العالمي التالت موسق ومعروف فدوة اللي بيطفي على كلمة السيد الرئيس هذا العام أهمية مضعفة إن هي من ناحية بتتحدث عن مواقف مصر تجاه جملة من القضايا والتحديات ومن ناحية أخرى على دور مصر داخل الأمم المتحدة وداخل المنظمات الإقليمية الأخرى